شاهدين نرحب في هذا اللقاء الخاص بدولة رئيس الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتي دولة الرئيس أهلا وسهلا فيك على تيرتي عربي وفي اسطنبول أهلا فيك سأبدأ معك من زيارتك لقاء الأمس مع رئيس أردوغان طبعا غزة تتصدر المشهد اليوم على أي مستوى هذه الزيارة؟ ما هو التنسيق؟ بعد حوالي السبعة أكتوبر الماضي الأليمة اللي حدست والتي لا تزال الدماء الفلسطينية في الأرض أررت أني أعمل جولة عربي وأقليمية لي كنت شرح موقف لبنان ولي استطلاع من المسؤولين عن رؤيتهم للمستقبل وكيف يمكن حل هذا الموضوع فقمت عدة جولات إلى مصر قطر الأردن قابلت وزير خارجية الأمريكية واليوم أنا في إسطنبول لاستكمال هذه الجولة والاستعراض مع الرئيس أردوغان رؤيته للمنطقة وكيف يمكن أن يكون الحل وشرح أيضا موقف لبنان من هذا الموضوع لبنان أنا أعتقد كما قلت دائما أنه في عين العاصفة وفي قلب الواقع في قلب المنطقة والإقليم فبالتالي شرحت موقف لبنان أننا طبعا نساني القضية الفلسطينية مساندة كاملة ولكن بقدر ما نستطيع أن نجنب لبنان بكل ما أطينا من قوة بدخوله بأي معارك دموية دولة الرئيس هذا الموقف الرسمي الذي أعلنه لبنان منذ اليوم الأول هل أنتم حتى هذه الساعة مطمئنون لإدارة حزب الله للمعركة؟ يعني الحقيقة فيها الخمسين يوم الأخير واستعراض كيف كان يتصرف حزب الله ولا ننسى أن لحزب الله أكثر من خمسة وسبعين شهيد في هذه المعارك والاشتباكات التي تحصل يوميا والعدوان الإسرائيلي الذي يحصل يوميا على لبنان أعتقد أنه يتصرف بعقلانية والهم الأساسي عنده لبنان وسلامة وأمن لبنان وعدم المس بأراضي اللبنانية طيب من خلال اتصالاتكم يعني حضرتك لم تهدأ منذ اليوم الأول لهذه الحرب اتصالات مع دول إقليمية اتصالات دولية هل لمستم أن المواقف تغيرت أو اختلفت الآن عن بداية هذه الحرب ما الذي تتبلغون به؟ يعني الحقيقة في الأيام الأولى الأمور تغيرت طبعا لأنه في الأيام الأولى كانت كل اتصالات معي من أجل ضغط على حزب الله بعدم دخول المعركة وعدم فتح الجبهة جنوب لبنان مع شمال إسرائيل ولكن في متلاها من الأيام أصبحته أنا أكون بالاتصالات لكي الضغط على إسرائيل لوقف الاستفزازات والانتهاكات العدوانية على لبنان ورغم كل ذلك بقي حزب الله ضابطا ضابط نفسه بما يتعلق لأنه لا يريد أن يجر لبنان إلى أي مخاطر غير محسوبة فبالتالي الأمور تغيرت لأنه حزب الله بقي بحالة استفزاز يوميا يوميا بضرب المدنيين بضرب القواعد العسكرية بكل هذه الأمور فبالتالي الأمور تغيرت ولكن أتمنى اليوم كل تمنياتنا أن الهدنة في غزة تدوم أطول تدوم طويلا وتصبح دائما وبنفس الوقت أعتقد أن لبنان عندها سيكون آمنا بإذن الله سأعود إلى مسألة الهدنة وما يحصل في الجبهة الجنوبية معالي الوزير لكن أنتم تقومون باتصالات كما قلنا دولية عربية المواقف بين هذه الدول تختلف موقف تركيا على سبيل المثال كان واضح منذ اليوم الأول ما الذي تتبلغونه خاصة من الأمريكيين الأوروبيين الذين رغم كل ما يحدث الموقف هو منحز بشكل كامل بإسرائيل مما لا شك أن قلت أن العدالة الدولية فقدت فإلى ماذا يلتج الصاحب الحق إذا كان لا يوجد عدالة فاليوم هذه العدالة فقدت ولكن ما يهمني بالمرحلة الأولى وبالأولوية هو حماية بطني وبلد لبنان وما أسعى إليه دائما بكل اتصالاتي لكي يبقى لبنان آمنا لأن لا نريد أن لبنان مرت عليه كل الحروب قلتها مرة في أحد المقابلات أننا يعني من يوم ما ولدنا حتى اليوم كل أربع خمس سنوات لدينا مرحلة من الحرب كنا في الصفوف الإبتدائية والثانوية وتخرجنا من الجامعة وتزوجنا وكل فترة يوجد حرب 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 خلاص لبنان شبعنا حروب نحن نريد سلام نحن طلاب سلام ولكن في نفس الوقت لا نريد أحد أن يدنس الأرض اللبنانية أو يخرج القرامات اللبنانية فنحن شعب حقيقة ثقافتنا ثقافة سلام ولكن بنفس الوقت لدينا كرامة وأرضنا هي عزيزة علينا طيب دولة الرئيس يعني أي تطمنات أو ضمنات تلقيتموها من الدول الفاعلة يعني التطمنات ممكن أن أقول أنها أن قواعد الاشتباك تبقى كما هي ولكن لا يوجد ضمنات أكيدة وسليمة وأمينة 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 أطمأن لها يعني أي ضمنات ضمن هذا العدوان الإسرائيلي ما نراه في غزة اليوم لو مهما أعطيت من ضمنات هذه النفسية الإجرامية الموجودة بقتل الأطفال وبقتل الأولاد والنساء وقتل الشيوخ والتهجير والتدمير أي ضمانة ممكن أن تعطى عندما نرى هذا العدوان الإسرائيلي على الغزة القائم يوميا ولا أحد يكتلس لذلك ولا ردة فعل دولية يعني في الفترة الأخيرة بعض الدول الأوروبية بدأت تنظر بنوع بنوعا ما نوعا من العاطفة أو العدالة لما يحلس بسبب تحرك شعوبها بسبب الناس ترى ماذا يحصل ولكن آسف أن اليوم كما قلت أين شرعت أم المتحدة يعني المسالم وجدت الأم المتحدة من أجل السلام في العالم هل هذا هو السلام الذي لن تستطيع هذه مجلس الأمن من إصدار قرار واحد بوقف طلاق النار أو الاتفاق على وقف طلاق النار يعني من أدنى الواجبات وقف النداء بوقف طلاق النار لم يصدر بيان بوقف طلاق النار أصبح كأنها ثقافة جديدة ثقافة شريعة الغاب ثقافة القوي هو المحق وليس صاحب الحق هو القوي يعني المقيس تغيرت يعني هذا الاستفاف بهذا الشكل 14 ألف شهيد حتى هذه الساعة وكما قلت لا تحرك للمواقف الدولية طيب عندما تقومون بهذه الاتصالات دولة الرئيس وتثار معكم المسألة التي أعلنها حزب الله بأن جبهة الجنوب هي جبهة مساندة لغزة هل هذا الأمر يحرجكم كموقف رسمي؟ أولا أنا أعتقد أن العدد القتلى يتجاوز العشرات الألاف لأنه يوجد تحت الأنقاض توجد في كل مكان يعني لا أعتقد أن هذا الأحصاء أحصاء دقيق بل هو بكل أسا أقول أن العدد أكبر بما يتعلق بما يقوله حزب الله بأنه جبهة مساندة يعني هذا أدنى الإيمان بأن أقل الإيمان بأن نقول نحن نساند أهلنا في غزة دون تعريض لبنان إلى أي حرب شاملة يعني هذا أدنى ما يمكن أن نقول لا أن نقول يعني كيف يمكن نحن من نناشد بمساندة غزة فكيف نساندها بأقل إيمان ولكن أقول ضوابط الاشتباك ملتزم بها من كل الأطراف وأنا أقول ليس لدي الضمانات ولكن على ضوء ما رأيتها في الخمسينة يوما الماضية نعم أطمئن إلى جبهة اللبنانية حتى هذه الساعة دولت الرئيس بعد هذه الهدنة وفي حال عاودت إسرائيل كما تتوعد عدوانها الوحشي على غزة هل يمكن القول أن مصير هذه الجبهة مرتبط بأداء المقاومة خاصة أن وزير الخارجية الإيراني من بيروت قال بأن الحرب ستتوسع إذا لم تستكمل هذه الهدنة بين إسرائيل وحماس يعني أنا لا أريد أن أسمع تهديدات لأن أيضا كمان من الدروس التي أخذتها في الخمسينة يوما الماضية أن الخطوط الحمر هي خيصة ليست خطوط سابتة بل هي خطوط متحركة فبالتالي ولكن بنفس الوقت شعوري وتحليلي أن إذا الهدنة لم تدوم ولم تثبت فما بعد الهدنة لن يكون كما قبل الهدنة فأخشى نعم من أي تطور سلبي ولكن أنا على قناعة بأن برعاية القطرية والمصرية وما يقومون به من اتصالات دولية مع حماس بالزاد ومع أهلنا في غزة أعتقد أن الأمور ربما ستتجه إلى الأفضل بإذن الله على المستوى الرسمي مع الجانب الإيراني دولة الرئيس ماذا تتبلغون؟ كما تحدث السيد عبداللهيان تشاور بالوضع العام ليس أمر معين بإبلاغ نائية تشاور بالوضع العام بالمنطقة وكيف يمكن أن تسير الأمور في المستقبل ولا شيء أساسي أو مركز عليه أمور عامة في حال في ظل الاستفزازات المتكررة من الجانب الإسرائيلي حتى أمس داني أيام الهدنة استهداف لليونيفيل هو الثاني ولكن بالإجمال كان الوضع نوعا ما مضبوط رغم بعض الخروقات إسرائيل ترسل برسائل استفزاز دائمة في حال فلتت الأمور داخليا على المستوى السياسي والعملياتي كيف تتحضرون؟ هذا سؤال افتراضي بس بإذن الله أقول سؤال افتراضي ولكن في الأيام الأولى كنت أخشى من هذا السيناريو لهذا ضغري كنا بسرعة قصوى كنا بإنشاء هيئة الكوارث وهيئة الطوارئ وماذا يمكن أن نكون به بلبنان والتصالات بكل الوكالات الدولية وخاصة وكالات الأمم المتحدة من أجل إيجاد التمويل وإيجاد التعاون اللازم وهي حقيقة أقول اليوم أن هذه الوكالات تتجاوب معنا بموضوع الصحي وأنشأنا خلايا صحية في كل المستشفيات بإتصال مستمر مع وزارة الصحة لتأمين المستلزمات اللازمة فبس ولكن هذا السيناريو أعتقد أنه بعيد عننا اليوم بالوقت الحاضر يعني ترى أنه الآن حتى لو استؤنف لصمح الله العدوان بالزخم نفسه لبنان محيد؟ نحن محيد يعني إذا كنت ارتبطنا بذلك بغزة هذا الحد الذي وصلنا إليه ولكن أيضا لدينا وضع آخر بلبنان بأن الجبهة الجنوبية مع شمال إسرائيل مع شمال العدو الإسرائيلي ما هو مستقبلها؟ فهنا يجب إعادة الاستنفار كل الخطوط الدبلوماسية من أجل إيجاد إيجاد الحلول اللازمة وأولها وأساسها حسن تنفيذ القرار 1901 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة فهذا أكثر من ضروري اليوم لإعادة تسبيت تسبيت الأمن والسلام في الجنوب اللبناني فنحن لبنان ماذا ننشد؟ ننشد الاستقرار ننشد الاستقرار نحن كحكومة ننشد الاستقرار في الجنوب وسلامة أهلنا في الجنوب اللبناني هذا هو المشروع من هنا سألتك عن المستوى السياسي أجبتني عن مستوى العمليات الذي قامت به الحكومة هل التضامن والوفاق الداخل الآن مخصن بما فيه الكفاية في ظل هذه التطورات؟ هذا السؤال المحوري لبنان تعلمين عبارة عن يعني مشكل بأرائه وبتعددياته متعدد الأراء ولكن لا سمح الله إذا حصل أي اعتداء أعتقد أن معظم اللبنانيين لأقول كل اللبنانيين متضامنون ضد هذا العدوان ونكون يد واحدة هل يكفي هذا التضامن دولة الرئيس إذا كانت المؤسسات المحورية في هذه الظروف سواء شغور الرئاسي المستمر يعني حتى هذه الظروف لم تجبر الأفريقاء على التوافق على مسألات الفراغ الرئاسي مسألات قائد الجيش المؤسسة العسكرية بالنسبة لي بالنسبة لي شخصيا كرئيس حكومة اليوم لتصريف الأعمال ولسده الشغور الرئاسي بكل أسف لأنني أنا أتمنى أن يكون رئيس للجمهورية بالأمس قبل اليوم وأنا أناشد في كل تصريح وفي كل لقاء بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن وهذا ضرورة ولكن من ناحيتي أقوم بما يقضيه الواجب بالحفاظ على الحد الأبنى من هذه المؤسسات والحفاظ عليها بكل ما لي الكلمة من معنا وهنا عبر شاشاتكم الكريمة كمان أناشد اللبنانيين أناشد وقلت هذا المثل برارا وتكرارا أننا نحن اليوم لبنان هو بوابة الشرق الأوسط تاريخيا اليوم ما أراه في العالم وفي الشرق الأوسط وعند زياراتي وكأن لبنان خرج من هذه الدائرة الاستقطاب وأن يكون مركز الاستقطاب ومركز بوابة الشرق الأوسط وخاصة أننا نرى خطوط خطوط من الهند إلى حيفا مرورا بالجزيرة العربية وكل هذه الأمور فأصبحنا نوعا ما نوعا ما خارج الجغرافيا وأنا وأنا أحذر بأننا إذا لم ننتخب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن نكون أيضا خارج التاريخ لأننا قادمون على مؤتمرات لمتعلقة بمستقبل المنطقة بعد ما حصر في غزة قريبا جدا وعلينا أن يكون ومن واجب اللبناني أن يكون رئيس جمهورية لأن أي اتفاقات دولية على هذه المستوى يجب أن تكون بموافقة رئيس جمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة فنحن بحاجة لرئيس جمهورية عسى ولعل أن نصبح خارج التاريخ أيضا فأحذر وأقول انتخاب رئيس جمهورية أكثر من ضرورة اليوم قبل الغد دولة الرئيس يعني لا توافق الداخلي يتوفر رغم كل هذه الأمور ولا العامل الخارجي يحقق أي شيء حتى الآن المفادة الفرنسي لدوريان يصل من جديد الأسبوع القادم في رابع جولة له إلى بيروت هل يحمل جديدا في الملف الرئاسي أم هي زيارة ستكون مشابهة سأستمع إليه نهار الأربعة سيحضر إلى بيروت كما بلغني ولم يطلب موعد حتى الآن ولكن سأستمع إذا كان لديه أي أمر وسأشد على يده بالسعي الجدي لالتصال بكل الفرقاء اللبنانيين من أجل الانتخاب من أجل الانتخاب رئيس جمهورية ولا ننسى أن أيضا قطر لديها باع طويل ولديها اتصالات دائمة معنا جميعا من أجل بهدوء وهدف وصول إلى رئيس جمهورية وتقوم بهذه الاتصالات عبر مبعوثيها ومدبيها في لبنان ويجتمعون دائما مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية لابد أن أختم معك أيضا بالسؤال عن المؤسسة العسكرية دولة الرئيس لأن هذه مؤسسة أيضا محورية في ظل هذه الظروف لا اتفاق على التمديد لا اتفاق على تعيين شخص جديد غير العماد عون إلى متى سيستمر الوضع كذلك ما هو المخرج سيدتي تنتهي العماد جوزيف عون مهمته القانونية بعشر يناير عشر واحد 2024 أصبح لا يذل أمامنا أكثر من شهر شهر ونص تقريبا هي أولا قلت في أحد المقابلات أينها أيضا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة أنا أطمن اللبنانيين أن قبل عشر كنون تاني يكون لدينا الحلول ولا يخشون شيئا لأن كلنا نتفق على سلامة مؤسسات الجيش اللبناني هذه المؤسسة العسكرية التي كان لها دورها بالحفاظ على لبنان بكل ما الكلمة معنا لا أحد يريد أن يشتت هذه المؤسسة فبالتالي ليست موضوع موضوع دعيناد أو موضوع موقف من هنا وموقف من هناك أنا بالنسبة لي موقفي موقفي اليوم أريد الحفاظ على التوازنات في لبنان التوازنات وأن أكون نوعا ما بما أنني بما أنني بما أنني لسوء الحظ في هذا الموقع أوضع عن فخامة رئيس الجمهورية أريد أن أكون حكم بين اللبنانيين ولا أريد أن أستفز أي في أمن اللبنانيين المهم أن نصل إلى عشفة كنون تاني والجيش يبقى بأمان وأنا أعد أنه بإذن الله سيبقى موحدا آمنا بقيادة سليمة أشكرك جزيلا دوت الرئيس نجيب مقاتي على هذا اللقاء شكرا لأليكم مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء